اشتركوا في القناة ايه هو الفرق ما بين الزوجة والمرأة في القرآن الكريم الزوجة لفظ اطلقه الله عز وجل على الحالات التي تكون فيها علاقة المرأة مع زوجها علاقة تامة ومنسجمة في كافة النواحي ومتوافقة مع زوجها من ناحية الدين والعقيدة والتوافق النفسي مثل قول الله تعالى لزوجة سيدنا زكريا فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجة في سورة الانبياء أما لفظ المرأة جاء في القرآن الكريم يدل على جنس المرأة والأنثى عموما ودل أيضا على المرأة التي تكون علاقتها مع زوجها غير متوافقة لا من جانب النفسي وغير متوافقة من ناحية الدين ولا العقيدة وطبعا ذكرت في مواضع كثيرة كامرأة فرعون وامرأة نوح وامرأة لوت وامرأة العزيز أتمنى تكون الحلقة البسيطة عجبتكم ومنساش طبعا اشراك في القناة ولو عجبكم هذا النوع من المعاني في القرآن الكريم هنعمل مثل مقارنات وإن شاء الله تستمر طبعا منتظر من حضراتكم التعليقات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا